بعد إبهار مصر للعالم في تنظيم بطولات سابقة تتواصل المسيرة بتنظيم كبرى البطولات العالمية فانطلقت فعاليات بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتي على الصالة المغطى لستاد القاهرة الدولي وذلك في حدث تاريخي باحتضان هذه البطولة الكبرى التابعة للاتحاد الدولي لللعبة والتي تقام بمشاركة 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة حول العالم كاراتي المصري دخل التاريخ من أوسع أبوابه بحصول في الريال أشرف على المدالية الزهبية الأولى في تاريخ مصر بالنسبة للكاراتي والأولى أيضا كسيدة تحصل على المدالية الزهبية في أولمبياد توكي 2020 وأيضا جيانة فروق حصلت على المدالية بروزية وعالي الصوعة حصل على مركز الخامس فده إنجاز تاريخي لم يصبق في تاريخ رياضة الكاراتي بالفعل وضعنا مصر لاستضافة الأحداث الرياضية في أجندة 2022 والتي سيتم الموافقة عليها قريبا ونعاول على الاتحاد المصري للكاراتي في تنظيم البطولات بشكل سنوي لما نأتي للعبة الكاراتي في حقيقة الأمر مصر هم أبطال العرب والآن من النتائج التي تحققت في الأولمبياد هم أبطال العالم وهذا حقيقة يسعدنا جميعا ونعتزن أن أخواننا وأولادنا في مصر يكونوا في هذا المستوى الرفيه الاستعدادات لم تتوقف لاستضافة واحدة من أقوى البطولات الدولية للعبة عن طريق التنصيق بين مختلف الجهات لمراجعة كل التفاصيل الخاصة بالتنظيم والعمل على خروجها في أفضل صورة ممكنة وذلك وسط إشادات دولية بالإمكانيات التي تتمتع بها الصالة المغطى باستاذ القاهرة والحمد لله الاتحاد المصري بقى موثوق فيه دوليا والاتحاد الدولي بقى عنده ثقة في قدرة الاتحاد المصري كارتية على تنظيم البطولات وحسهم بدعم الدولة المصرية للرياضة وأديه الدولة المصرية بحياتها بما فيها وزاة الشباب والرياضة ونجل الرمبير المصرية بتدعم البطولات اللي بتقام في مصر بشكل كويس وبتخرج على أحسن مستوى وأعلى تنظيم ثقة دولية في مصر عن طريق منحها الفرصة لاستضافة مختلف البطولات العالمية لما تمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى الأمر الذي كان دافعا قويا لاحتضان مصر بطولة البريمير ليج العالمية